مازلنا في الكلام عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة الزوج والزوجة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المعاني اللي بيها يظهر الرجل رجولته وبيه يستحق منصب الفارس في قلب شريكة حياته وبكده هو ما يبقاش محتاج أي عناء إنه هو يسكن في قلبها ويحصل إنه هو ياخد لقب إنه هو ما ليعنها وما ليقلبها وقلنا الصفات ديته والصفات دي كانت واضحة وقلنا إنه إحنا في الحلقة دي هنتكلم عن الصفات اللي من خلالها الأنثى والزوجة تملى قلب جزها وتملى عينه وتملى حياته بهجة والسعادة بس خلينا أقول لكم حاجة مهمة قوي إحنا بنتكلم هنا مش هنتكلم على إن الأنثى بتبقى أنثى بالمظاهر الجسدية بتاعتها وإن كان طبعا الجمال في الشكل أمر مهم لكن هتلاقوا حاجة غريبة جدا جدا ظاهرة معروفة وملموسة بشكل كبير جدا جدا ومرصودة تجد حاجة غريبة قوي إن الرجل وسيم بس متجاوز امرأة وسعيد بيها جدا وفخور بيها جدا وهي مش في نفس درجة جماله هي إيه الحكاية؟ لأن الرجال بيبصوا للأنثى بشكل آخر وخاصة الأنثى التي سيتزوجها فلذلك لازم نعرف أن الأنثى اللي هي امرأة هي جاوزها الرجل فيها صفات أخرى غير الصفات الشكلية وأنا بحذر أن المرأة اللي هتعتمد على صفاتها الجسدية بس من جمال ومن مظهر جسدي قد لا تكون رجال كتير يحبزوها في مسألة الجواز ليه؟ لأنه في الجواز هو حاسس أنه هيدخل الجواز فهتبقى الحياة فيها تفاصيل أكتر من أننا نقف أنا وزوجتي في فترينا والناس تتفرج علينا ويمكن ده اللي الناس اللي ما بتفهموش إيه اللي حاصل؟ هي ما بتفهمش إيه أنا عندي كل الجمال ده وإزاي ممكن يبص الغيري؟ آه لأنه بيبص الغيرك لمعاني أخرى إحنا بقى هنتكلم على المعاني السابعة اللي لو كانت فيك تبقى أنثى وهذه الأنثى تجذب الرجل أول حاجة أن أنت تكوني مقدرة لظروفه يعني إيه مقدرة لظروفه؟ يعني تتفهم حاله الرجل بيعشق المرأة اللي بتتفهم حاله على فكرة أقول لكم حاجة الاحتواء البديل وكل امرأة بتصطد رجل في خارج الزواج بتصطده بهذه المسألة أنها تعمل إيه؟ تقوله والله أنت راجل ما فيه إزايك اللي أنت بتتحمله ده ما فيهش حد تاني يتحمله ولذلك فكرة أن حد أن المرأة تتفهم ظروف زوجها وتقدر الظروف ده بتخلي الزوج حاسس أنه هو في أمان أنا ما بتلكمش ما هو الرجالة برضو بتحب الأمان الرجالة بتخاف جدا جدا أن السيت ما تكونش فهمة ظروفها ومقدرة ظروفه ولذلك هو دايماً بيجي ويحس بالإحباط ليه لما يدخل البيت يخش البيت يحس الزوجة بتقوله أنت إيه اللي أنت عملته يعني ما أنت عملته زي كل للرجالة لكن الزوجة لو تفهمت ظروف زوجها أو المرأة تفهمت ظروف شريك حياتها بتملأ قلبه زي ما السيدة سودة كده ماذا؟ تنزلت عن يومها للسيدة عائشة إيه اللي حاصل؟ بقت في قلب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الثانية أن هي تكون إنسانة ممتنة ومعبرة عن هذا الامتنان يعني إيه ممتنة؟ يعني هي تحس أن زوجها ده نعمة من ربنا وتعبر عن ده يعني إيه تعبر عن ده؟ أن هي تعبر عن إحساسها بإني ربنا أعطاها نعمة طبعاً الستات بقى تقول طب وإذا ما كانش نعمة بقى أنا عايز أقولك إن حضرتك لو إن أنت عايزة تخرجي أحسن ما فيه لازم تحسسي بهذا الكلام وأقرب الناس اللي محتاجين وقولوا للناس حسنة هم الزوجين وجعل بينكم وإيه؟ مودة ورحمة يبقى لازم لازم نشوف الأمر ده ونمشي إليه إن كمان الصفة الثالثة إن هي تكون إنسانة محترمة لخصوصيته يعني إيه محترمة لخصوصيته؟ الرجالة بيبقى عندهم شوية خصوصيات هي بيحب إن هو في جزء من العمل ما يتكلمش عن العمل مع الزوجة في كل تفاصيله لو شاركها العمل ده بيبقى شيء جميل بينهم لكن هو في كتير من الأحيين ما بيحبش يتكلم عن العمل لكن الزوجة عايزة تعرف كل تفاصيل حياته وبتعتبر إن معنى إنه هو بيحبها إنه هو يخليها كل حياته ملكها بس ده ما بيريحش الرجال وما بيخليش الرجل قلبه مليان بحب زوجته شوف السيدة خديجة كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء الليالي زوات العدد السيدة خديجة في أبدع مثال لإحترام خصوصية حضرة النبي حضرة النبي بيحب الزهد بيحب الإقبال على الله بيحب الخلوة مع مولاه تحترم هذه الخصوصية رابع صفة إن هي تكون إنسانة وثق فيه حاجة مهمة جدا عند الرجال إن الست تثق فيه زوجها طبعاً الست هتقول طبو أنا أنا ما عنديش مبرر اللي يخليني أثق فيه أهو ده بيخلي الراجل يحس بإن الست دي مش هي المناسبة لي أولاً بغض النظر بقى عن إن انتوا بتتكلموا على إيه المشكلات اللي حصلت في الحياة إن الواحدة وثقت فيه فبعد كده غدر بيها هنتكلم على إيه اللي يخلي الزوجة تملى قلب جزها وما يقدرش يفكر في حد تاني إن هي تكون وثقة فيه تالت رابع خمس حاجة إن تكون إنسانة معبرة عن حبها وخاصة أمام الآخرين إن هي تعبر عن حبها لي يحس كده إن هو فارس يحس إن هو في أحسن أحواله لازم هي تعبر عن ده الصفة اللي بعد كده إن هي تكون إنسانة متقبلة لقيادته يعني إيه تكون متقبلة لقيادته ودي الصفة الستة إن تكون متقبلة لقيادته إن هي إذا كان فيه أمر اختلفنا فيه فتقبل إن هو هو الذي ينفذ الأمر لأنه في الآخر هو الذي سيتحمل تبعات المسألة وليس معنى هذا إن هي ما يكونش لها رأي لا معنى تقبلها لقيادته إن هي تشاركه الرأي وتحاول أن تساعده ولكن في النهاية ما تمنعوش إن هو يكون مسؤول عن البيت يكون هو الرأي للبيت في الستات ما بتحاولش إن هي تدعم هذا المعنى ما بتحاولش إن هي تساعد في هذا المعنى معنى إيه؟ معنى إن أنت الراعي معنى إن أنت المسؤول فلما ما بتعملش ده بتبقى مشكلة الصفة السابعة بقى إن هي إيه بقى؟ الصفة إن هي تكون داعمة له يعني إيه داعمة له لما يقع في مشكلة لما يحصل درب في العمل لما يحس إن هو للأسف مظلوم في كل حياته تدعمه الصفات السبعة دي شوف السيدة خديجة عملت إيه مع حضرة النبي حضرة النبي قال إيه إنما رزقت حبها ليه بقى ليه حضرة النبي قال إن قد صدقتني حين كذبني الناس يا سلام على الدعم وواستني بمالها حين منعني الناس الله ما أصل السيدة خديجة هي إلا قلت له والله لن يخزيك الله أبدا إيه دا شوف كم الدعم اللي حصلت لحضرة النبي من السيدة خديجة فلذلك إيه اللي حصل قدمونا نموذج للمرأة كيف تملأ قلب زوجها فاستمر حب حضرة النبي للسيدة خديجة لغاية إيه لغاية حتى ما انتقلت فظل يحبها صلى الله عليه وسلم ويتذكر الزكريات الحسنة معها يبقى الصفات السبعة هي إيه أول حاجة أول صفة إن هي تكون مؤدرة لظروفه ومتفهمة لتفاصيل حياته الحاجة التانية الصفة التانية في الست عشان تقدر تملك قلب جزها إيه الصفة التانية الصفة التانية ببساطة خالص إن هي تكون كمان بشكل واضح ممتنة ومعبرة عن امتنانها لزوجها حاسة بإنه هو نعمة وحاسة بإنه هو فضل من ربنا إن هي تزوجته فهي ممتنة ومعبرة عن هذا الامتنان لزوجها الصفة التالتة بقى إن هي تكون محترمة لخصوصياته الصفة الرابعة إن هي كمان تكون وثقة فيه الصفة الخامسة إن هي تكون معبرة عن حبها خاصة في وسط الناس الصفة الستة إن هي تكون متقبلة لقيادته الصفة السابعة إن هي تكون داعمة له وخاصة في وقت الشداء أنا وبكلمكم كده أنا عارف إن الرجالة بيقولوا إيه يا سلام لو الستة تعمل كده تتبقى أحسن زوجة في الدنيا دا لو عملت كده إحنا نسعد ونحس بإن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا نعمة من بعدها نعمة تحس كده كل اللي بيتكلم عن زوجته وسعيد بيها على طول تلاقي بيتكلم عن الصفات دي يعني لما يقعد مع أصدقائه ما تلاقوش هو بيتكلم بيتكلم على شكلها إيه ولا جمالها إيه تلاقيه بيتكلم عن الصفات دي الصفات دي هي اللي تخلي الستة تملك قلب جزء مش الصفات بس التي تتعلق بالمظهر